السلام لبنات ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة هاني طليت عليكم بعد الغياب على القناة على بلي كامل صقصيتو عليا كامل قلتو اللي توحشنا طلتك وتوحشنا صوتك وتوحشنا نشوفو رغصات نتاعك في اليوتيوب هاني رجعت عليكم طبعا ما رحش يعني نكون يوميا ولكن ليسانسيال يعني مرة على مرة رح نحط لكم فيديو هكتا وصفة ولكن قدرت ندير حكا روتين خفوفي ليسانسيال نحاول يعني ما نطولش عليكم بزاف الغياب على القناة اليوم نجيتكم بوصفة هايلا بزاف ابنينا يعني ننصحكم هكا كي تجيكم الفرصة انكم نجربوها من ارواة ما يكون الوصفة نتاع اليوم هي فوندون انتاع الجوز بقاناش الشوكولة هاني عندي ميتين وخمسين جرام تاع جوز رح نرحيهم من جهة تانية في الوعاء رح نحط خمسة بيضات ليكونوا بدرجة حرارة الغرفة بنسبة للجوز ان شريتي ربنات قيسة ربعين الف جتني كتر من 4 كيلو شوية يعني نحيت 4 كيلو اللي رحيتهم بقاولي كعبات اللي رح نزين بيهم في الاخير هنا ايا مع ربع بيضات رح نضيف 100 جرام انتاع الثقر حرش يعني الفوندون انتان يجين نقص حلاوة وقرص انتا ملح نسيتها هي ولافاني بصراحة يعني ما عنديش حطوا مغرب صغير انتا لفاني وحطوا قرص انتا ملح يعني نخطقوا بشكل جيد جدا حتى ان يتضاعف حجم الخاليط كما راكم نتلاحظوا ويبيض اللون تاعو يولي يعني ياخد قوام رغاوي في هذه الاثناء كما قد كم كنت رحيت الجوز حتى ولد قريبا بودر كما شفتوا رح نضيفه يعني بهذه الطريقة على دفعة واحدة ونضيف له حوالي 5 جرامات انتا خميرة الحلوة هني عقبتها في الصفية لانه كما عمبلكم دكا يخلطوها تتكعبر حكا تبقى لشكل كعابر صغار في الخاليط انتا هني اللي جلبه الخاليط انتاعي يعني ما يهبط كما راكم نشوفو جز بالفوي رح نسيه ندخل هداك الجوز المرحي جيدا في الخاليط انتا البيض حتى تتجانس المكونات بشكل جيد جدا بلا ما يهبطن الخاليط انتا البيض وهذا هو القوام اللي نتحصلو اعلي احنا في هدي الأثناء يا لبنات انا كنت دوبت ١٢ جرام زبدة او بالاحرى مرقارين احنا نقولو برق زبدة ولكن في غالب الاحيان نخدموه بالمرقارين هديك المرقارين كنت دوبتها وخليتها كبرتت شوية وضفتها في الاخير بهذه الطريقة ونسي نخلط يعني بشوية حتى ندخل هديك المرقارين مليح في الخاليط نتاعي بهذه الطريقة طبعا يا لبنات انا قبل ما نبدأ هاد الخطوات كامل انا كنت شاعت له فور نتاعي يصخن على ١٨٠ درجة جبت القالب تاعي اللي راح نخدم بيه راح تلقاهوه عند خالط او يتباع عندو دهنجو بالزبدة غبرتو بالفيرينا بهذا الشكل ونذكركم قبل ما نبدأ نخدم قلت لكم شاعت له فور يصخن به مباشرة لما نكمل يعني نحط الخاليط نتاعي في القالب نهزو ندخلو يطيب مباشرة اذا هنا بعد ما حضرت القالب تاعي نفرغ هذيك الخاليط نتاعي اللي هدرتو بهذا الطريقة في القالب بهذا الشكل يعني ما لقي غي اني غربلت هذيك الخميرة ولكن كعبرتها كاي كي حطيتها في الخاليط اذا دخلتو اي طيب وهنا في هذه الاتناء رحت نحضر قناة الشوكولة اللي راح انزين به وهنا حطيت 150 غرام تاع شوكولة اللي كنت قطعت هذي مقصص صغار خلاه كي مرك ما تشوفو معه 70 غرام تاع كريمة سائلة تحبو يعني ديرو اي مركة تكون خاصة بالحلويات وخلاص وفي الاخير كيتدوبوه مع بعضهم يعني حطوا هذي المكوينين فوق النار هذيه وبقاو خلطوا 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 كيتدوب هذيك الشوكولة جيدا ضيفوا لها مغرف صغيرة نتاع زبدة او مرغارين وخلطوها معها حتى الدوب هذيك الزبدة وخلوها لجيها اهنا بعد ما طاب الفندن متاعي كما شفتو من الفقارة هو هكا بدا ياخد واحدة تحميره بيتدوب اللي طاب جيبوا السكين ولا كوردون دخلوه في نص الكيك متاعكم وشوفو اذا خرجناه شف معناها اخلاص راح طاب هنه يجبت الصحن اللي راح نحط فيها الفندن وقلبت عليه الكيك بهذا الطريقة كما شفتو تنحب كل سهولة بسك حطينا القالب تاعنا يعني دهنه بالزبدة وغبرناه بالفيرينا باش يديمو لنا الكيك انتانا اللي هليه ليه هنه جيس خليتو شوية برك برد هذيك الكيك وفرقت هذيك القناش اللي قد لكم اللي وريتلكم يعني كنت اخدمتو بهذا الطريقة هنه يفرقتو كامل ومبعد نسيي هكا بسباتيول ولا ملعقة ولا نسيي نوزعو في كامل هذك يعني هذك التقب اللي جاي في الوسط بهذا الطريقة ومبعد يربنات بالنسبة للتزيين هنه يا اختياري وشمتوفر عنكم تحبوا تخلوها هكا بارك تحبوا تديروا خطوطة شوكولة بيضة هكا من فوق ولا تحبو يعني تزينوا بويش حبيته انا هنا كنت اضغط لكم كيشريت بارابعين الفتاع جوز جاتني يعني كتر من ميتين وخمسين جرام فهديك الكمية اللي بقات قطعتها بها الطريقة اللي قطع لي يعني يكونوا كبار شوية بهذا الشكل ووزعت الجوز هذا او حبيت الجوز المقطع على كامل لوجه انت القناش بهذا الشكل قطعتكم تزيني يبقى اختياري وماما لبعز يعني تلاغو سات تقدروا ما تديروش جوز ساكت ميلونجيو ما بينه مثلا اذا عندكم كوكاو وعندكم كمية قليلة تاجوز ولا اذا متوفر عندكم الامكانية حنكم جوز ولوز ديرو اه مية وخمسة وشرين جرام تاجوز مع مية وخمسة وشرين جرام تالوز ولتا كوكاو واكيد راح تخدموا بوش متوفر عندكم من المكونات بها الطريقة ومبعد لما كملت يعني عمرت يعني هدوك الحبت اللي بقاولي كامل حطيتهم على الوجه ما حبيت بقالي حتى حبه هنا اه حطيت الفندن تاعي في التلاجة وخليتوه كاك حولي الساعة فقط جذب ما يتمسك برك هدك يعني القناش وماما زبدة اللي في الفندن تاني تتمسك باش يصل علينا لما نجو انقطعوه هنا بعد ما فاتت ساعة كاملة طبعا احنا اختلف الاداءة هي اللي يم دايرة اختلف في اللون انتال فندن تعنابسك هنا يم صورتها قاعد نصور فوق الاطابل يعني مقابلة اتقال البالكون وفي التحضير كنت يعني قاعد نصور برينج لايت فعلا بها الاداءة كاميرا كما تلاحظو تختلف هنا يقسمت معاكم القناش تماسك ولكن بقا طري وكذلك الفندن تاني تماسك بشكل جيد جدا لانو مخدوم جوز بقط باش ما يتفتتش ضروري نخليوه يحكم روحو شوية في الدلاجة احنا يقسمت معاكم هادلو مخصو بهتشوف القاوام يجي هكي القاوام بتاعو يجي طري هكي يتقدم لكتر مع المشروبات المدق وشو نقول لكم شوفو انا لابهم يخفوة يعني لسيت ودرتو ما كنتش نويا نصورو لغو العائلة عجبهم بزاف وقالونا يعني قالو لي عودي هنا فدسيديت انو هادل مرة كي نزيدنا عاودو نصورو منفوتش عليكم هادلاغوزات لي بزاف بزاف ابنينا تقدروا ما منديروها في قاوالب صغيرة كما في القاوالب تالب زبوزة هاديك وتقدموها هكي في حفلات كوم ولا فيكش مناسبة يعني فكرة من اروع ما يكون حاجة ابنينا حاجة مختلفة لغو ماشي كما لغو تلك هيكل عادي وشوفو كي يعني نقسمها معاكم هكا بالفرشيطة كيفاش القاوالب انت حاجة اي بنين 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 على السل ان شاء الله هاد الوصفة اللي يعني اللي رجعت بها ليكم تكون اللي تاعجبكم وريداكم متنسوش تخلو لي هدي كل جمس صغيرة في الفيديو وتخلو لي وصي اعرائكم وتجربوا الوصفة اللي ان شاء الله اكيد رح تعجبكم وهذا هو الفيديو التالي اليوم ان شاء الله رح نتلقاه في فيديو قادم ان شاء الله هدمتم في راعية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة